الماء ووتر الماء سائل شفاف عديم اللون والرائحة والطعم إلا أن طعم ماء الصنبور قد يختلف من مكان إلى آخر باختلاف نوع وتركيز الأملاح الذائبة فيه الماء سائل في درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية ويتجمد الماء عند درجة صفر مئوي ويغلي عند درجة مئة مئوية جزيء الماء جزيء قطبي ويرتبط مع بقية الجزيئات بروابط فيزيائية تسمى الروابط الهيدروجينية وهي أحد أنواع قوى الترابط الداخلي بين الجزيئات وتعتبر مسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة غليان الماء بسبب قطبية الماء فإن الماء يعتبر المذيب العالمي ويستخدم لإذابة العديد من الأملاح والأحماض ويمتزج الماء امتزاجاً تاماً مع العديد من المواد الكيميائية ترجمة نانسي قنقر